زيكا جميع النهاردة في حلقة جديدة هنا في رمضان في البيت على هوم سينما النهاردة استفلا جديد النهاردة هنعمل لمسلسلين مسلسل الاول اللي احنا هنعمله هو مسلسل نصل الاغراب ده في نزل تاني هو يعتبر يعتبر تمام ما بيقول ان هو تاني فانا برضو هتفرج عليه انا كنت مدينه نسبة ترقب سبعة من عشرة في انا كنت متفرج عليه وبصراحة ما شدنيش اوي زي ما قلت عجبني اوي اكتر والمسلسل التاني اللي احنا هنعمله هو مسلسل بين السماء والارض هو اه تيزر يعتبر تيزر وتيزر يعني ما يعتبروش تريلر تيزر وتيزر الناس للاغراب بين السماء والارض اه الاولان اللي احنا هنعمله هو الناس للاغراب اتكلمنا طبعا في الكاست لست قبل كده خلاص ان هو اخراجه تأليف محمد سامي وفيه سقق وكرارة وميع عمر واخت اخت محمد سامي اه وفيه احمد داشو احمد مالك وادوارد والكلام ده كله فاتكلمنا بلكده في الكاست لست فانا عايز اخش على طول في في التريلر ممكن يكون التريلر ده اه احلى من الاولاني الله اعلم ممكن نسبة رقوبة تزيد ممكن نسبة رقوبة ممكن نسبة رقوبة تفضل زي ما هي الله اعلم طبعا كالعادة ما شوفش التريلر ولا مرة هشوفه معاك دلوقتي لاول مرة يلا بينا هاي بدي الارض هخلي كل حي ميت كل مغضر بور كان يوم العدة مش عشرين سنة تجيت من شوق الجتلك ابدى بكتير جليلة راحت جبلة عساف جبلته كان يابت كلفها جليلة هي الوحيدة اللي حسيت معاها اني عند جلب حي فالانت جام عساف من غفران يبقى فيك والاغراب ما تتعدوش هنختارو الحرب كل اللي اتدخل في مشاكل الغراب سكن جبره اللي هدد ميت بالقتل خبيش موسيقى اوكي يا جماعة هو هو يعتبر تيزر برضو اه ما يعتبرش اوفيشل تريلر قوي اه طب اقول لكم على حاجة مش هتصدقوا طب والله يتصدقوا ان التيزر ده احلى من اوفيشل تريلر والله ما بيهزر التيزر ده احلى من اوفيشل تريلر يعني لو كان ده التعامل اكتر كاوفيشل تريلر وكان نزوده شوية حاجات كان هيبقى احلى من اوفيشل تريلر اللي احنا نسبة ترقبي دلوقتي اللي مسلسل نفس الاغراب هي تمانية من عشرة. اخراجيا اخراجيا احسن كتير انا برضو نفس النقطة عندي اخراجيا محمد سامي عمل شغل حلو بصراحة يعني لا محمد سامي عمل شغل كويس اوي اخراجيا انا من وجهة نظري. دي ايه هتكون من اكتر الحاجات المشجعة بالنسبالي في المسلسل انا هتفرج عليه. اه لو تفرجت عليه يعني ان هو يبقى في يعني كدايراكتنج هيبقى بالنسبالي هو يعني كدايراكتنج هتفرج عليه وبعد كده بقى يجي بقى ويجي بقى الحاجات التانية يعني كسكريبتس والكلام ده كله يعني او كبلوت وسطوريلاين والكلام ده كله يعني. اه نسبة ترقبي قلت تمانية من عشرة اه في عطيتوه سبعة من عشرة. ده كان البرومو بتاعنا النهاردة بتاع نصر الاغراب. المسلسل التاني اللي احنا هنعمل له هو برضو اه تيزر وهو مسلسل بين السماء والارض. هو دي رواية نجيب محفوظ وكان فيلم تعمل قديم قوي من زمان قديم من اربعين سنة تقريبا يمكن اكتر مش عارف. فيلم قديم قوي 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 يعني تعمل له. اه تقريبا ده ريم ايك هيبقى معرفش ازا كان حيبقى نفس المسلسل بالزبط ولا لا اهي قصة نجيب محفوظ وتأليف اسلام حافظ ومن اخراج محمد جمال العدل. وهو من بطولة هاني سلامة ودرة وصاوسا بدر واحمد بدير ومحمد لطفي. نادا موسى نجلاء بدري يسرى اللوزي محمد صروت محمود الليسي واحد اسمها نورهان معرفش مين نورهان. اه الكاسلست حلو مش وحش عجبني الكاسلست مشجع يعني وانا هو تقريبا ماشي هو دراما هو مش لانا لقيت محمد صروت انا احب جدا اتفرج على محمد صروت في حاجة دراما غير الكوميديا انا باعش محمد صروت في الكوميديا بس انا حابب اتفرج على حاجة دراما لمحمد صروت. اه اتمنى ان هو يبقى حلو وبصراحة حدا ايه او لو طلع حلو لانا انا بصراحة مش عارف اتفرج على ايه ولا ايه انا بصراحة تحبتي يعني انا بجد تحبت فشخ انا مش عارف هاتفرج على ايه ولا ايه يا جماعة. كالعايZA مشوش لتريلر ولا مرة هشوفه معاك هواتيزرا. كالعايZA مشوش لتريلر ولا مرة هشوفه معاك دلوقتي الاول مرة يلا بيته. لقد ساءت حياة الإنسان بعد هذا الانتقال العظيم أحياناً الحياة بتحطينا قدام اختبارات صعبة وبالتالي النتائج ما بتبعش مرضية أنا بتديتها لأولازو ما فهم ما شو اللي أنا بعمله ده محتاج تفرر أي تطرف قهوك من أي حد هيودينا في ستين ده أنت كل صوريكم فيديوهات الجيل حد دلوقتي ما حدش بتفرج عن أهلين إليت الأدبت إيه ده ما يتسأل في عبور دينا كل انت ما تعرفهوش بسي مجرد أرسل ببنى بشاكتر لا عارب سلم عيد اليابنين يا إخواننا أفتاحوا البابطة أنت مش شاكت الحين يا إخوان يا إخوان بين السماء والأرض أوكي يا جماعة المسلسل برضو شكله حلو أنا مش عارب فيه إيه أنتوا بتعملوا معاك كده لي يا جماعة المسلسل شكله حلو وأكتر حاجة بصطوري المسلسل ده أنا أحبت بخمسناشر حلقة ده I'll be able to 1 من مسلسلات لعب بخمسناشر حلقة المسلسل شكله حلو برضو مش عارف طب عمل إيه طب عمل إيه أتفرج على كم المسلسلات أتفرج على مسلسلات كلها طيب ولا ما نمش ما عملش مش عارب فيه أتفرج على كله شكله حلو بصراحة شكله حلو وحابب فشخ إن أنا أتفرج على بتاعه عشان أعمله تريلر ري اكشن يعني. اه ما عرفش ليه يعني وانا اعب اتفرج على التيزر حسيته سيكا شوية بيفكرني بفيلم دافل فاكرين فيلم دافل بتاع اما نايت شاميلان? اه هو مش شوه وطبعا هو دي رواية بتاعة ناجيب محفوظ عارف عشان الناس اللي هتكتب لي في القومنت زي انا عارف ان دي رواية ناجيب محفوظ وانا عارف ان هو فيلم تعمل من اربعين خمسين سنة وما لوش علاقة بفيلم دافل بس انا حسيت بالفايبز بتاعة فيلم دافل. فيلم دافل بتاع اما نايت شاميلانا يا جماعة الناس اللي كلهم دخلوا جوه الاسنسير كل واحد كان رايح مفروض يعمل حاجة وبعد كده الاسنسير عتل بيهم وبتدت تحصل حاجات غريبة في الاسنسير وابتدأ يزهر زي شطان وطبعا انا مش عجبا فيه شطان ولا حاجة انا ما عرفش الرواية انا ما ريتش رواية ناجيب محفوظ يعني. والفيلم انا بتكلم عن الفيلم يعني اللي هو فيلم دافل يعني. ابتدأ يزهر بقى الشطان وابتدأت واحد واحدة الناس تموت جوه وابتدأ يحصل خلافات وخناقات والكلام ده كله. يعني لحد ما عرفت مين الشطان يعني في الاخر. وفيلم حلو على فكرة انا بحب فيلم دافل يعني. اه ما عرفش ليه حسيت دي شوية وبرده كان فيه بيحقق والكلام ده كله وكان عايزين يشغلوا الاسنسير باي طريقة عشان الناس اللي جوه ما تتخنقش ويتموت. فلا الشكله حلو. بس الاسف مش حدي نسبة تراقب لانه هو تيزر. آآ فاستنى احسن لما ينزل التريلر عشان هقدر اعمله تريلر بس صراحة انا عجبني جدا التيزر ده عجبني جزاي مسلسل بتاعدد الكسر بتاعني اللي كريم كده من التيزر عجباني يعني. انا مش عارف اتفرج على ايه خربت كده. انا بجده حاسة ان حرفيا مش عارف. ما علينا. دي كانت حلقتنا النهاردة هنا فيه في رمضان في البيت آآ هنا على هوم سينما. اتمنى الحلقة وانا عجبتكم ان شاء الله شوفكم فيديهات تانية قريب منتسوش تعملوا 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 تانية اللي اسمها هومة لون هسيب لكم اللينك بتاع فيه ولو حابين تعملوا لي على فيسبوك وتويتر وانستجرام برضو هسيب لكم في الديسكريبشن حسنا